بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أحبابي أبناء وبنات الأعزاء طلاب الشهادة الإعدادية أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم إن شاء الله في حالتنا اليوم سوف نتناول درس من دروس القواعد النحوية المقررة علينا درسنا اليوم هو آخر درس من دروس المقررة عليكم في هذا الفصل الدراسة بعنوان الممنوع من الصرف الدرس المعنى مهم جدا الحلقة النهاردة إن شاء الله حلقة مميزة جدا درس الممنوع من الصرف من أهم الدروس المقررة عليكم في قواعد اللغة العربية على الإطلاق الدرس ده مستمر معنا إن شاء الله لحد سنوية عامة وهو مقرر عليكم نفس المنهج بتاع السنوية العامة يعني بكل مشتملاته بكل أجزائه إن شاء الله النهاردة هنتناول الممنوع من الصرف بكل تفصيلاته بكل جزئية من جزئية من فضلكوا انتبهوا معي لو سمحتوا طيب أول حاجة الممنوع من الصرف تعالوا كده مع بعض بالتفصيل نعرف يعني إيه الممنوع من الصرف طيب بداية كلمة الصرف كلمة الصرف في اللغة العربية هي التنوين تمام؟ وحدة وحدة كده الصرف هو التنوين يعني إيه التنوين؟ التنوين باختصار التنوين هو وضع ضمتين فوق آخر الكلمة في حالة الرفع عندما أقول مثلا محمد ضمتين أو فتحتين في حالة النصب أو المحمدا ألف والتنوين بيكون على الحرف اللي قبل الألف أو محمد كسرتين تحت الدال في كلمة محمد والمحمد هو ده التنوين يبقى التنوين هو وضع ضمتين في حالة الرفع في آخر الكلمة وضع فتحتين في آخر الكلمة في حالة النصب وضع كسرتين في آخر الكلمة في حالة الجار ده هو التنوين تمام والتنوين هو الصرف طيب ما معنى الممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف أي الممنوع من التنوين طيب تعالوا كده مع بعض أول حاجة فيه أسيات لازم ناخد بالنا منها الممنوع من الصرف يكون في الأسماء فقط تمام يبقى أول نقطة أن الأفعال والحروف دولات هنا بيخرجوا من موضوع الممنوع من الصرف يعني لو طلب ممنوع من الصرف أبعد عن الأفعال وأبعد عن الحروف طيب يبقى كده احنا بنركزين على الأسماء مش كده وبس ده أسماء كمان المعربة يعني كمان بيخرج كمان من عندنا بيخرج الأسماء المبنية كل أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء وأولئك كل ده بيخرج مننا ليس تبع الممنوع من الصرف طيب يبهينا الإسم هنا بيركز على الأسماء المعربة فقط إذن الإسم المعرب بينقسم من حيث التنوين وغير التنوين إلى أسماء تلحقها التنوين وأسماء لا تلحقها التنوين طيب قسم يلحق التنوين وهو يسمى مصروف زي كلمة طالب زي كلمة محمد طيب لم أقول مثلا حضر محمد كرمت المدرسة محمدا مفعول بي منصوب وعلامة نصبي الفتح سلمت على محمد أو وضعنا التنوين ضمتين فتحتين كسرتين طيب قسم آخر من الأسماء لا يلحقوا التنوين يسمى ممنوع من التنوين أي ممنوع من الصرف زي كلمة مساجد زي كلمة كنائس زي كلمة إبراهيم وهنأخذ الكلام ده بالتفصيل وهنعرف سبب منعه من الصرف طيب يبقى كده عندنا الممنوع من الصرف بيبقى أو الحاجة لا يلحقوا التنوين يعني لو قلت هنا حضر إبراهيم أقول حضر إبراهيم ضم واحدة فقط فوق الميم لا أضع ضمتين لا أقول حضر إبراهيم هذا تعبير خطأ كرمت المدرسة إبراهيم فتح واحدة فوق الميم لا أقول إبراهيما هذا تعبير خطأ لأن إبراهيم تمنع من الصرف وبرضو هنعرف سبب المنع دلوقتي طيب تعالوا بقى كده نعرف إيه سبب المنع طيب ممنوع من الصرف يعني عندي في أسماء ممنوع من الصرف إيه سبب المنع من الصرف إحنا عندنا في كلمات ما عندهاش مشاكل دي تنون عادي زي محمد وطالبا كل كلام ده ينون عادي في بعض الكلمات عندها بعض المشاكل أسباب بتمنعها من الصرف طيب عندنا ممنوع من الصرف بينقسم إلى ممنوع من الصرف إلى علة واحدة أو إلى علتين يبقى علة واحدة يعني سبب واحد وفي مجموعة تنقسم إلى علتين في الوقت عندنا ممنوع من الصرف عندنا مجموعتين مجموعة بتنقسم لسبب واحد يعني تمنع لسبب واحد أي علة واحدة ومجموعة بتمنع من الصرف إلى علتين تعالوا مع بعض هنشوف بالتفصيل هنعرف أنواع العلة الواحدة وأنواع العلتين نبدأ بالعلة الواحدة الممنوع لعلة واحدة أولاً صيغة منتهى الجموع اسم ينتهي بألف التأنيس المقصورة واسم ينتهي بألف التأنيس الممدودة يبقى عندي المجموعة الأولى فيها ثلاث أنواع صيغة منتهى الجموع اسم ينتهي بألف التأنيس المقصورة واسم ينتهي بألف التأنيس الممدودة طيب تعالوا بالشرح والتفصيل نبدأ أن ياخد كل النوع على حدة نبدأ أولاً بصيغة منتهى الجموع ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ صيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير ده كذا وقا معايا في الأساد المتكلم فيها ده مهم جداً كل جمع تكسير يبقى كده أي جمع مذكر سالم أو جمع مؤنش سالم ده كده ليس من الممنوع من الصرف تمام بركز على جمع التكسير طيب ثالث ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن طيب واحدة واحدة كده جمع تكسير ثالث ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان زي كلمة حضائق كلمة حضائق جمع تكسير طيب تعالوا كده نتأمل كل كلمة على حدى كلمة حضائق كده خمس حروف حضائق في الوسط ألف ثلاث حرف ألف قبلها حرفين اللي هو الحاء والدال وبعدها الهمزة والقاف يبقى كده جمع تكسير ثالث ألف قبلها حرفين وبعدها حرفين زي كلمة أصابع في وسطه ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان زي كلمة مساجد زي كلمة كنائس زي معابد طيب في بعض بقى الكلمات الحباب يبقى المتفوقين يركزوا معايا كلمة دواب كلمة دواب بلاحظ هنا جمع تكسير قبلي حرفين قبل الألف الدال والواو بس قدامي حرف الباء هو حرف واحد فقط بعد الألف بس لو تأملنا في كلمة دواب هلاقي فيه شدة الباء هنا مشددة دواب دواب وعايز أتأكد إن بكشف عنها في المعجم في دابابة في دال به به يبقى هنا قلبة هنا حرفين بعد الألف مش حرف واحد إن أحياناً تيجي في الامتحان كلمة زي كلمة دواب غير مشكلة مع لهاش تشكيل فبعد الطلبة طبعاً اللي هم يعني بيجيبوها بالشبه كده إن هو ألف بعده حرف واحد ما بيطلعهاش ممنوع من الصرف دي كده ممنوع من الصرف وإذا هوها كلمة خواص خواص بكشف عنها في خاء صاصة يعني الخاء والصاد والصاد هنا الصاد مشددة يبقى كده حرفين وزي كلمة مواد وكلمة عوام وهكذا دي معلومة مهمة جداً ناخد بلنا منها طيب يبقى أول حاجة سيغل منتها الجبوع ألف في النص قبلها حرفين وبعدها حرفين طيب أو كلمة زي كلمة ميادين بساتين مفاتيح هنا جمع تكسير تلت حرف ألف تمام أبلها حرفين وبعدها كم حرف بعدها هنا تلاتة اللي بعدها تلاتة لازم شرط أساسي يكون الثلاثة أحرف التي بعد الألف لابد أن يكون وسطها ياء أقول مفاتيح مصابيع ميادين ده شرط أساسي لكي تمنع من الصرف طيب إذا توفرت كل الشروط وكان في النص في ألف وأبلها حرفين وبعدها تلاتة لكن الثلاثة أحرف ليس أوسطها ياء ساكن يعني يكون أوسطها متحرك هنا تصرف لا تمنع من الصرف مثل كلمة تلامزة أساتذة ملائكة فلاسفة عباقرة هذه كلمة أوسطها ألف وقبلها حرفين وبعدها ثلاثة أحرف لكن هنا الثلاثة أحرف أوسطها ليس ياء ليس ياء ساكنة هنا حرف متحرك يبقى كده دي تصرف ولا تمنع من الصرف طيب نحن لسا ما زلنا في النوع الأول سيغة منتهى الجموع طيب في معلومة مهمة جدا بنقول عليها أحيانا سيغة منتهى الجموع بيكون أخرها ياء ولما بيكون أخرها ياء في قاعدة في اللغة العربية إن الكلمة التي أخرها ياء اللي هو الاسم الملقوس لما بتيجي نكرة أحيانا إلياء تحزف فأحيانا بعض الطلبة بيطلق بطف النقطة دي زي إيه عندي مثلا كلمة مبانن دواعن أيادن أعادن الطلبة حبيبي بيشوفوا كده بعد الألف يلاقوا نون بس يعرفوا إن ده مش ممنوع من الصرف عشان هم متدفئين إنه قبلها حرفين وبعدها حرفين بس الأمثلة دي لازم بقى نركز فيها نعرف هنا مبانن أصلها مباني في نون ياء يعني الألف هنا بعدها حرفين ولكن إلياء هنا حزفت وعود عنها بتنوين اسمه تنوين العوض يبقى مبانن أصلها مباني دواعن أصلها دواعي أيادن أصلها أيادن أعادن أصلها أعادي كل ده ممنوع من الصرف لأنه سيغط منتهى الجمهور المعلومات دي مهمة جدا الحلقة دي إن شاء الله هتكون مميزة جدا فيها معلومات قيمة أرجو أن تتبعوني طيب ده النوع الأولاني اللي هو سيغط منتهى الجمهور طيب ننتقل إلى النوع الثاني اسم ينتهي بألف التأنيس المقصورة ما معنى ألف التأنيس المقصورة؟ هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة يعني ألف موجود طيب مفتوح ما قبلها زي كلمة دنيا عليا عزمة كبرى فضلى صغرى وهكذا طيب بشرط أساسي أن يكون الألف قبلها سلاسة أحرف على الأقالي أصلية يعني كلمة الدنيا الألف قبلها سلاسة أحرف الدال والنون والياء كلمة عليا كلمة كبرى كلمة عزمة الألف هنا ألف لينة قبلها عزمة عازوما عين والزاء والمين ثلاث حرف أصلية يبقى الألف هنا زي إيدا للتأنيس ده كده اسم مقصور طيب تعالوا كده ننتبه لنقطة مهمة في عندي بعض الكلمات مثل كلمة فتى كلمة مستشفى كلمة مصطفى كلمة متى ممكن يجي لسؤال لماذا لم تمنع هذه الكلمات من الصرف كلمة فتى شبه كلمة عزمة وكبرى آخرها ألف لينة بس عندي كلمة فتى هنا هم كلها على بعضها سلاسة أحرف يعني الألف قبلها حرفين مش تلاتة وده شرط أساسي يكون تلاتة على الأقل إبقى دي مش ممنوعة من الصرف مصروفة طيب كلمة مستشفى ودي برضو الكلمات بتلغبة تكسير من الطلبة كلمة مستشفى دي كده متوفر فيها كل حاجة صح؟ الآلف هنا قبلها حوالي أربع أو خمس حروف تمام ماشي بس فيه حاجة أسية إن عندي هنا مستشفى من الفعل شفاء فالآلف هنا أصلا ده حرف أصلي من الفعل الأساسي ده مش زيادة يبقى مستشفى هنا مصروفة وزيها كلمة مصطفى تمام؟ ونفس الكلام كلمة متى متى زي بولك متى الساعة متى تذهب إلى المدرسة هنا متى اسم مبني لأنه اسم استفهام وليس من الأسماء المعربة ده بالنسبة لأسماء اللي هو اسم ينتهي بألف التأنيس المقصور تعالوا نتناول النوع الثالث اسم ينتهي بألف التأنيس الممدودة هو كل اسم معرب آخر همزة قبلها ألف زائدة طيب زي إيه؟ زي عندي كلمة صحراء دي منتهي بألف وهمزة على السطر تمام؟ صحراء هنا الألف بدعة الصحراء أبلها ثلاثة أحرف الصاد والحاء والراء هنا الكشف المعجم في صحر اللي هو الصاد والحاء والراء كده ممنوع من الصرف عشان الهمزة زائدة وقبلها هنا الآلف زائدة وقبلها ثلاثة أحرف على الأقل وزي كلمة نجلاء وحسناء حسناء الآلف قبلها الحاء والسين والنون حروف أصلية وزيها خضراء وكل الألوان بأخضراء وسوداء وبيضاء وصفراء إلى آخره كلمة عظماء وكلمة أصدقاء طيب أحيانا بعض الكلمات بتيجي بتلغبطني شوية خلاص بعض الطلبة اللي احنا بيعتمدوا على الحفظ هم معلمين آلف وهمزة على الساطر يبقى دي على طول الكلمة ممنوعة من الصرف طبعا العبارة خاطئة احنا من أول ما بدأنا حلقتنا احنا قلنا احنا عايزين نعتمد على الفهم عايزين اعمال العقل مش الحفظ طيب تعالوا كده نشوف بعض الكلمات مثل كلمة ماء أو دواء أو سماء أو بناء أو كلمة أبناء حد طيب كلمة ماء الألف قبلها حرف واحد يبقى دي ليست ممنوعة من الصرف كلمة دواء الألف دواء قبلها حرفان ايضا مصروفة ليست ممنوعة من الصرف كلمة سماء قبلها حرفين وبناء طب كلمة أبناء هنا الألف قبلها ثلاثة الألف والباء والنون بس في حاجة مهمة إن كلمة أبناء الألف والباء والنون هنا الألف في كلمة أبناء اللي هي في أول حرف دي زائدة مش أصلية لأن أبناء نكشف عنها في بناوة بدليل أقول بنون وبنين تمام؟ يبقى دي كلمات ليست ممنوعة من الصرف ده كده النوع الأول اللي هو ممنوع من الصرف العلة واحدة صيغة منتهى الجموع اسم ينتهي بألف التأنيس المقصورة اسم ينتهي بألف التأنيس المبدودة تعالوا ننتقل إلى المجموعة الثانية اللي هم بعض الأسماء اللي عندهم مشكلتين يمنعهم من الصرف لعلتين أو لسببين طيب أول عن حاجة العلم علم زائد سبب تاني معاه أول نوع عندي خلي بالكوا كده احنا عندنا اللي سببين احنا قلنا الممنوع لعلة واحدة ده تنكن ثلاثة أنواع بس هنا هنبدأ بقى العلتين عشر أنواع احنا عندنا 13 نوع كلهم الممنوع من الصرف أول حاجة لعلم الأعجمي العلم الأعجمي اسم ليس عربيا علم أعجمي يعني مش عربي أصلا في الأصل مش عربي طيب زي يا شباب زي كلمة إبراهيم كلمة إسماعيل كلمة يوسف كلمة يعقوب يا مصر إبراهيم ويوسف يا مصر مش عربي إزاي ده أنبياء أقول لك هنا دي كلمات ليست عربية يعني إبراهيم أصلها إبراهام وحاجات زي كده مش عليكم المهم تعرف أن كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف لأنها مش عربية معدى ست أسماء فقط من أسماء الأنبياء هي لا تصرف يعني أنا ما ينفعش أقول إبراهيما ولا يوسفا هذا خطأ لغوي ده ممنوع من الصرف طيب لكن ينفع أقول محمدا تمام ينفع أقول شعيبا ينفع أقول صالحا إن أرسلنا نوحا هودا لوطا في ست أنبياء فقط هم الذين ينونوا باقي جميع الأنبياء ممنوعين من الصرف يبقى الستة محمد وشعيب وصالح ونوح وهود ولوت هم دولة الذين ينونوا فقط طيب كمان الأسماء الأعجمية كل أسماء الفراعنة نيفرتاري رمسيس كل الأسماء دي أسماء ممنوع من الصرف لأنها عالم أعجمي طيب إيه كمان كل الشهور الميلادية يناير فبراير ديسمبر كل الأسماء دي كلها ممنوع من الصرف تمام طيب كمان كل العواصم الأجنبية لندن وباريس كل الدول الأجنبية كلها عالم أعجمي طيب يبقى كده الأعالم الأعجمية قلناها بالتفصيل ما سيبناش أي حاجة الحلقة إذا ما قلت لكم ده مهم جدا إن شاء الله مش نسيب أي حاجة في الممنوع من الصرف طيب لو كان بقى العلم الأعجامي من ثلاث حروف زي نوح وهود ولوت يصرف وقلناهم مع الستة الأنبياء تاني حاجة العلم المؤنس العلم المؤنس وهنا ركز وقا معايا ده مهم جدا العلم المؤنس فيه أكتر من نوع فيه عندي يا شباب مؤنس حقيقي يعني فعلا اسم بنت فعلا يعني زي فاطمة فاطمة هنا هي اسم بنت وكمان آخرها تاء مربوطة يعني هنا مؤنس المعنى إنه اسم بنت واللفز أيضا مؤنس آخرته مربوطة يعني فاطمة مؤنس لفزا ومعنى طيب كلمة مريم أو كلمة زينب أو صحر هي اسم بنت فالمعنى ده كده مؤنس لكن لا تنتهي بيتاء مربوطة ده مؤنس معنى فقط كل ده برضو ممنوع من الصرف طيب المفاجأ بقى اللي عندنا المفاجأ أن فيه اسماء ولاد اسمها علم مؤنس زي كلمة معاوية وحمزة وأسامة وطلحة وعبيدة وعقبة ده علم مؤنس بس مؤنس لفزا يعني اللفز آخرته مربوطة لكن هو اسمه ولد برضو ده معانا أقول عليه علم مؤنس طيب بعد كده عندي كمان فيه علم لبعض العواصم زي أو المدن زي كلمة طنطة كلمة جدة كلمة مكة دي علم مؤنس يعني باختصار كده عندي كل ده علم مؤنس أنا مش عايز التفصيلات بتاعت لفزا ومعنى مش اسأله في الكلام ده هو يسألك ده ممنوع من الصرف ليه تقوله بس علم مؤنس لقيت معاوية علم مؤنس لقيت فاطمة علم مؤنس هو ده اللي المطلوب السبب لأنه علم مؤنس طيب في عندي بعض الكلمات علم مؤنس بيكون من ثلاثة أحرف وفي النص ساكن يعني في سكون زي كلمة مصر وكلمة هند وكلمة نور أو كلمة حور كل الكلمات دي يجوز صرفها ويجوز منعها يعني ينفع أقول إن هندا أو ينفع أقول إن هندا فتحة واحدة إن مصرا أو إن مصرا وده إن شاء الله لما نيجي نحل التدريبات هنتناول الكلام ده بالتفصيل طيب تعال نكمل النوع الثالث أن يكون علما مزيد في آخره بألف ونون زي كلمة رمضان كلمة شعبان مروان وعثمان وهكذا أي علم آخره ألف ونون بيكون ممنوع من الصرف طيب النوع الرابع أن يكون علما على وزن الفعل مثل كلمة أحمد أو يزيد أو يحيا أو أشرة يعني إيه علم على وزن الفعل يعني مثلا كلمة أحمد ممكن أقول أحمد طالب مكتهد هنا أحمد ده اسم ولد وينفع في جملة تانية أحمد ينفع أقول أحمد الله رب العالمين يعني أنا بأحمد ربنا ممكن تبقى إسم وتبقى فعل وبرضو مع يزيد ويحيا ينفع تستخدم إسم وتستخدم فعل بس الممنوع الصرف طبعا بيكون في الأسماء طيب النوع الخامس أن يكون علم على وزن فعل وطبعا أشهرهم كلمات قليلة جدا في اللغة العربية زي كلمة عمر أو كلمة زحل أو كلمة جوحة طيب النوع السادس أن يكون علم مركبا تركيبا مسجيا زي كلمة بور سعيد وبعلبك وحضر موت ونيويورك وسباوي طيب يعني إيه علم مركب تركيب مسجي دي مهمة برضو جدا علم مركب تركيب مسجي إحنا عندنا في اللغة العربية في المركب ده بيكون كذا نوع في مركب زي كلمة عبد الله أو عبد الرحمن أو أبو بكر ينفع أفصلهم عن بعض يعني لو قلت حضر عبد الرحمن أو العبده اتضم على الدال في عبده هو الفاعل والرحمن مضاف إليه تمام؟ وهكذا جاء أبو بكر أبو هي الفاعل وبكر مضاف إليه هنا بقى بور سعيد بتبقى كلها اتمزجت في بعض كأن حاجة ضربتها في الخلاط مش أقدر أنا أفصلها عن بعض بقى بور سعيد كلها على بعضها التشكيل بيكون على بور سعيدة على الدال الفلاخ وكذلك بقية الأسماء دي اسمها مركب تركيب مسجي طيب كده انتهينا من العلم وستة أنواع من العلم تعالوا ننتقل الأربعة أنواع الأخرى اللي هي الصفة بكل أنواع أول حاجة عندنا في الصفة صفة على وزن فعلان ومؤنسها فعلة زي كلمة زمقان أو عطشان أو جوعان أو كسلان وهكذا كلمة عطشان زي كلمة رمضان بس رمضان علم عشان اسم شهر آخره ألف ونون زيادة عطشان صفة آخرها ألف ونون طيب تعالوا بعد كده صفة على وزن فعل أو على وزن أفعل زي كلمة أكبر وأحسن وأخضر وأعلى وهكذا يبقى دي كلها بتكون صفة على وزن أفعل بس برضو فيه معلومة مهمة لو جاي لي أسنوب تعجب زي ما أجمل أو ما أروع أو أبعد عنه خالص لأن ده فعل تعجب وليس اسمه في الأساس طيب النوع الثالث صفة على وزن فعل وهي كلمة أخر جمع أخرى أو كلمة أول جمع أولى آخر حاجة في المنوع من الصرف اللي هي الصفة على وزن فعال ومفعل من الأعداد من واحد إلى عشرة يعني واحد أول عليها أحد أو موحد اتنين أول سناء أو مسنى يعني لو قلت جاء الأولاد أحد أي واحدا واحدا صعد الطلاب مسنى مسنى يعني اثنين اثنين وهكذا مسنى وسلاس وربع ده كده كل أنواع الممنوع من الصرف طيب تعالوا ننتقل إلى نقطة أخيرة وهي إعراب الممنوع من الصرف وده مهمة جدا في الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف بيرفع بالضم ما فيش مشكلة فيه خالص عادي يرفع بالضم ده عادي زي كل الناس ما بترفع بالضم طيب بينصب بالفتح ما فيش مشكلة زي كل الكلمات تنصب بالفتح اللي هو المفرد وكلام ده حالة الجر بقى مختلفة شوية حالة الجر لها حالتين فيه أحيانا تجر بالفتحة وأحيانا تجر بالكسرة شرط أساسي الممنوع من الصرف عشان يجر بالفتحة أن يكون مجردا من أل والإضافة يعني لما أقول كده تنزهت في حدائق واسعة كلمة حدائق هي اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأن كلمة حدائق صيغة منتهى الجموع وليست معرفة بأل أو معرفة بالإضافة هنا مجرورة بالفتحة طيب أما إذا كانت معرفة بأل أو بالإضافة فيجر بالكسرة أقول تنزهت في الحدائق الواسعة أو يكون معرفة بالإضافة تنزهت في حدائق القاهرة دي معلومة جدا وده سؤال بيأتي في الامتحان الممنوع الصرف في حالة الجر يجر بالفتحة إذا كان مجردا من أل والإضافة وإذا كان معرف بأل أو إضافة يجر بالكسر كده حبايبي انتهينا من تناول كل الممنوع من الصرف بكل جزئياته وكمان تناولنا إعراب الممنوع من الصرف تعالوا معنا نتناول بعض التدريبات على الدرس وأرجو أنكم تكوني شاركوني وإن شاء الله زي ما اتفقنا حاولوا تجاوبوا أو تلقى مظهر الإجابة إن شاء الله على الصبور اتفضلوا معنا تعالوا شبابنا نتناول بعض التدريبات على درس الممنوع من الصرف السؤال الأول بيقول استخرج الممنوع من الصرف مما يأتي مبينة سبب المنى أول جملة عندنا تمثال رمسيس من أشهر التماثيل الموجودة في مصر نفضلوك كده ركزوا معي تمثال رمسيس من أشهر التماثيل الموجودة في مصر طيب أول كلمة عندي هنا كلمة رمسيس كلمة رمسيس عالم أعجمي من أشهر أشهر على وزن أفعل يبقى عندي كلمة أشهر صفة على وزن أفعل كلمة تماثيل سيغط منتهى الجموع تماثيل ألف في وسطها ألف قبلها حرفان وبعدها سلاسة أحرف أوسطها يع عندي كلمة مصر عالم مؤنس ده مثال ليه ممنوع من الصرف ويه كده جملة واحدة فيها أربع ممنوع من الصرف تعالوا تناول جملة أخرى سيام شهر رمضان من شعار الإسلام الواجبة كم كلمة هنا لاحظناك سيام شهر رمضان من شعار الإسلام الواجبة أول كلمة عندنا كلمة رمضان عالم مزيد بألف ونون شعائر شعائر جمع تكسير وسط ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان هنا ممتزين صغط منتهى الجمعة طيب تعالوا تناول جملة أخرى أحمد ويوسف وعمر وسلمة من أفضل تلاميذ المدرسة طيب جملة مليانة بممنوع من الصرف تعالوا كده كلمة أحمد أحمد علم على وزن الفعل كلمة يوسف علم أعجمي كلمة عمر علم على وزن فعل كلمة سلمة علم مؤنس كلمة أفضل صفة على وزن أفعل وعندي كلمة تلاميذ صيغة منتهى الجمعة دي كباعة تدريبات على الممنوع من الصرف فضلوا معنا نستعرض ما تناولناه أثناء الحلقة كده حبيبي استعرضنا حلقة الممنوع من الصرف بكل تفاصيل قلنا الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين وقلنا يمنع الاسم من الصرف إما لعلة واحدة أو لعلتين علة واحدة مثل صيغة منتهى الجموع اسم ينتهي بألف التأنيس المكسورة واسم ينتهي بألف التأنيس الممدودة الممنوع من الصرف لعلتين علم أعجمي علم مؤنس علم مزيد بألف ونون علم على وزن الفعل وعلم على وزن فعل وفي الآخر علم مركب تركيب مزجي وبالنسبة للصفة صفة مزيدة بألف ونون صفة على وزن فعل زي كلمة أخر وعندي صفة على وزن أفعل والأعداد اللي هي من 1 إلى 10 على وزن فعل ومفعل وقلنا الممنوع من الصرف بيرفع بالضمة وينصب بالفتحة وفي حالة الجار له حالتين يجرب الفتحة إذا كان مجرد من أل والإضافة ويجرب الكسرة إذا كان معرف بأل أو بالإضافة كده شباب انتهت حليتنا النهاردة من الممنوع من الصرف أرجو أن أكون قد أفدتكم إن شاء الله مع حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته